نروح لأستاذ محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أستاذ محمد إزاي حضرتك أفن؟ إزاي أسلام أخبرك الحمد لله حبيبي ربنا أشترك خاند أخبرك أهنا بيك أسه محمد تحياتي ليك أه حبيبي يعني أولا ألف مبروك بطولة رقم 12 لسه كنا بنتكلم بطولة رقم 12 وحضرتك الآن عضو مجلس إدارة ولكن قبل كده كنت مشجع لنادي الأهلي في المدرجات كنت بتشجع من يعني من 2003-2004 لما أتذكر لا من 2000 لا أنا من التسانيات كنت لسه صغير لا كنت لسه صغير بس أول بطولة أول عليها في أفريق كده 2001 يعني أنا مجلس إدارة دمائيين مش فاكرها أول بس 2001 كده أول واحدة بالنسبة دي البطولة دي كدت بالنسبة لك إيه أستاذ محمد؟ رقم 12 أولا إحنا فيها يعني فكرة أنها جدت أعمل أربع بطولات في خمس سنين ده إن جاد كبير جدا نعم أكيد من الأول ما كنت يعني ما كنتش متواضقاً إحنا هنقدر نكسب البطولة الثانية دي لكن الحمد لله نمور مشت بشكل طوائس بشكل ثالث فدي بقى خبرات المتراكمة للجيل الحالي اللي لازم نديله حق وغنوله إنه جيل تاريخي بكل المخييف عمل اللي محدش عمله في أفريقيا أعتقد ده أفضل نتائج نادي الأهلي على صائد الأفريق يمكن على مر التاريخ أربع بطولات في خمس سنين دوري الأبطال فالخبرات هي اللي وصلتنا للإحنا فيه النهاردة بينا بنعرف نكسب بينا بنعرف الماشي في المنشات دي ما إحنا عايزين والحمد لله نمور مشت بشكل طوائس أهم المطبط في البطولة كلها يعني هل إحنا البطولة دي ما تغلبناش ولا مباراة البطولة دي بيقولك مشت بشكل لحد الكثير يعني ما كانش كيها مطبط مثلا زي البطولة اللي فاتت أحنا الفطولة اللي هي باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الحمد لله في الأطوار الاتصالية كلها يعني كسبنا سنبا برها تعادلنا مع مازين بي والتركي يعني الحمد لله مرمشت ثالثة في البطولة دي الحمد لله سيد محمد بما إنك ذكرت 2019 2019 ووجهة نظر يعني وحلاكت تعود ومجلس إدارة برضو في 2019 كانت البداية وأنا قلتها في الإنترو من شوية أن كانت البداية وهي اعتذار اللاعبين بعد الهزيمة الكبيرة اللي كانت أول مرة تحصل الحقيقة لنا في بريتوريا أعتقد من بعد هذا الأمر ودي ميزة النادي الأهل إنه هو بيعرف إنه هو عنده أخطاء في مجلس الإدارة مفوض أو بيفوض المشرف على الكرة كابتن محمود الخطيب إنه هو يقدر يعمل اللي هو شايفه فيه مصلحة الفريق ده حصل 2020 2021, 2022, 2023 2024, 2024 انت بتصل للنهائي بتاخد 4 من 5 شلينا ندي كل واحد حقه يعني بعيدا مجلس الإدارة لازم يعني نقول لكابتن الخطيب قدر إنه يحول دفت القور في النادي الأهل في المشؤون الكراوية ولازم ياخد حقه بعد المجهود يتعلم بشكل كبير عمدار 3 سنين اللي بات خلت مشاركات على التوالي في كابت العالم 3 ألاف رجزية 5 ألاقي على التوالي منهم أربع ألقات لازم ندي كل واحد حقه كابتن الخطيب استحمل كتير اشتغل في ظروف صعبة ظروف صعبة جدا ضغط كبير من الجمهور ومن السوشيال ميديا حرب كتير عدد الأهل ومع ذلك مش بس عدد البار الأمان لا عدد وعدد بإنكاذات كبيرة ده طبعا مجهود يشكر عليه إدارة الكورة في النادي الأهل بيصد كابتن الخطيب كل بقى الأطراف اللي موجودة سواء لك بالتخصيد أو شركة كورة وطبعا جهاز بني ولاعبين زي ما ده بتقول من 2019 ده بتحول الكلاما أفريقيا والحمد لله زي ما بقول دلوقتي الجيل تابع عنده الخبرات اللي بتخليك ده تردك سبطولات من زي ما تحس بأي مطبط زي ما احنا كنا بالتكلم بس كده احنا بيننا وبين بعض احنا بيننا وبين بعض بنقول اه احنا عايزين التلتاشر ولكن الأمور بتصعب برضو لأنه انت يعني الأندية كل سنة بتحاول إن هي تقوى من نفسها وأيضا النادي الأهلي ساعة جمهور اللي ساعة تطموح جمهور النادي الأهلي مروس خدود حقيق يعني وانا أولهم يعني أن أنا طبعا بتفكر في اللي جاي يعني احنا النهاردة بقلنا غاية يومين خلاص إذا بتفكر بزي فنصفحة وبتفكر في اللي بعده عندنا دوري وعندنا صوفر وعندنا كاف وعندنا السنة اللي جاية في كافة الأندية اللي في أمريكا وفي كافة الانتركونتيننت اللي الجديدة اللي موجودة طبوح جمهور النادي الأهلي مروس خدود وبنفرح أهلا يعني ما بنفرحش كتير لأن احنا دايما عايزين نكسر بأرصاب أي حد النهاردة يجب أنه في عضلة الثلاثة محدش النهاردة بيبريك لكنه يقول لك مبروك وخلاص كله النهاردة بفكر في الثلاثة وكله بيفكر في الجطورات اللي جاية ودي عظمة النادي الأهلي واللي بيخالي مختلف عن أي نادي تاني برضو أسوة محمد الحقيقة يجب أن احنا زي ما بنقول الكرة ولكن نقول أن مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة كابتن محمود الخطيب الحقيقة عاملين طفرة رياضية وإدارية وإنشائية كبيرة جدا جدا يستحقوا عليها في كل المقرات النادي الأهلي في كل مكان الحقيقة وإن شاء الله تبقى أكتر وأكتر خلال المرحلة اللي جاية وبالتالي تستحقوا كل الشكر الحقيقة على المجهود اللي بيبذل نحن نحن نتلاكر بنحاول نعمل اللي علينا بنحاول نكتهد لنادي الأهلي يستحق ده وجمهوره يستحق ده بنحاول نكتهد في كل الاتجاهات وفي كل الملفات والحمد لله ربنا بيوفقنا في حياة كتير وقرب ربنا علينا كتير الحمد لله وفي حاجات تانية بنوفقش فيها من أول مرة وبنحاول تاني وبنركز تاني وفي الآخر زي أقول لك توفيق ربنا مهم جدا نحن في الآخر في رياضة بتخطط وتشتغل مضبوط التوفيق ربنا بيتهولك والحمد لله ماشي بشكل مرضي ولسه أخيرا رسالة لو حابت تتوجه رسالة لجمهور النادي الأهلي أقول لهم مبروك ودايما كده انتوا السند وظاهر النادي الأهلي ودايما انتوا اللي بتزوءوا المنظومة كلها الوزامة يعني وعظمة النادي الأهلي انه جمهور هو اللي بيزوء المنظومة كلها بسند الطبوح الكبير بتاعهم ويا رب دايما انتوا مبسوطين ويا رب دايما في أسراك أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي